السلام عليكم كما نحن معتادون دوما نجد هنا أولا رسالة من يوتيوب يقول فيها مبروك يمكنك الآن الدخول لستوديو مبدعي المحتوى بشكله التجريبي الجديد طبعا هذا الشكل ربما لم يتفعل عند الجميع لغاية الآن وإنما يتم تفعيله بشكل تدريجي عند بعض القنوات ثم غيرها وغيرها وهكذا للدخول لهذه الواجهات الجديدة إما نضغط على try it هنا في هذه الرسالة أو من أسفل يسار الصفحة نضغط على يوتيوب ستوديو بيتا هذه هي واجهة الستوديو الجديدة التي يقدمها يوتيوب كما تشاهدون في القائمة اليسارية ما هو متاح إلى الآن الفيديوز الأناليتيكس أو التحليلات والإحصائيات الكومنت أو التعليقات missing features أو ميزات قيد الإنجاز لا زالت يوتيوب تعمل عليها وستكون متوفرة قريبا إن شاء الله مثل قوائم التشغيل والبث المباشر وغيرها جولة سريعة أصبحت الفيديوهات معروضة بهذا الشكل هنا حالة الفيديو ونستطيع تعديلها مباشرة بالضغط على أيقونة القلم عند الحالة وتغييرها حالة تحقيق الدخل تاريخ نشر الفيديو عدد المشاهدات عدد التعليقات والنسبة بين الإعجابات وعدم الإعجابات ندخل لقائمة الإحصائيات بشكلها الجديد هذا هو شكلها مثلا هنا وهذه الإحصائيات بالطبع لآخر 28 يوم كما نعلم ويمكن تحديد الفترة أو تغييرها كما نريد من هنا وهذا الشرح طبعا هو مجرد جولة سريعة في الستوديو وسنقوم بتفصيل كل شيء بعد انتهاء يوتيوب من التعديلات ويكون الشرح تفصيليا في فيديوهات لاحقة إن شاء الله ندخل للتعليقات مشاهد التعليقات التي وصلتنا ونستطيع التفاعل معها بشكل مباشر ومن هذه النقاط يمكننا اختيار المزيد من الخيارات من هنا يمكن الذهاب للتعليق في صفحة الفيديو وهنا طبعا نشاهد التعليقات العامة ويمكن أن ندخل من القوائم في الأعلى لمتابعة التعليقات التي لازالت قيد الموافقة على نشرها أو التعليقات المحددة كأنها سبام يمكن أن نعود للشكل القديم بالضغط على Creator Studio Classic شاركونا بآرائكم في التعليقات حول هذا الشكل الجديد هل تفضلون هذا الشكل الجديد أم أن القديم هو الأفضل؟ ما رأيكم؟ دام فضلكم شكرا